في استيار القطع أول تجميع عليه خذت كل الوقت في البحث عن القطع المناسبة مع الميزانية الموجودة عندي وأكيد المبلغ الأكبر منها ذهب للمعالج وقرط الشاشة ومع المبلغ المتبقي أخذ أرسل الشاشة متوفرة في السوق وهذا كان أخبر قرار تغذته لأنه مما كان الأداء الجيد الذي سأحصل عليه من الجهاز الشاشة ستحرمك منه والانتقال من هذه الشاشة إلى ماتوس ماغما قنافذ القرار رأي الشاشات في السوق الجزائرية يعودان مع شاشة جديدة وهذه المرة مع ماتوس ماغما عمس جي 273 التي ستأتي في هذه العلبة الجميلة وتحمل الأساسيات مع كيبل باور الذي يأتي مع أدابتاتر أيضا كيبل ديس بلاي بورت يأتي بطول 1.5 متر ولا يوجد كيبل HDMI داخل العلبة لهذا إذا أردت شراء هذه الشاشة لأجهزة الكنسول فسأحتاج لشراء كيبل HDMI وهذه الشاشة تدعم HDMI 2.0 وإذا المعنى العلبة سيأتي الستند الخاص بالشاشة الذي قاعدته كانت من المعدن لكن للأسف الذراع كان بالبلاستيك ولو كان بالمعدن مثل القاعدة لكان الأمر ممتاز أما بالنسبة للتركيب فهو أسهل شيء مجالة ربط القاعدة في الذراع من الأسفل والساقها بالشاشة مباشرة بهذا الشكل وننتح تهادت لإستعمال أي أداة وبتركيب الشاشة ستكون بهذا الشكل مع تصميم بسيط وإضاءة حمر من الخلف يمكن أن يطفعها ببساطة من القائمة وأيضا من الميزات الجميلة الموجودة في شاشة مانغم هي القدر على تحريكها لكل اتجاهات مثل رفعها الأعلى ونزال الأسفل تحريكها يمينا وشمالا تيمكنك تجعلها بشكل أفقي ومستعمالها كشاشة لقراءة الشات خلال ستريم وأظن يمكنك استعمال هذه الشاشة الممتازة كشاشة ثانية في حالة واحدة فقط إذ كان لديك ماتوس أنريل كشاشة أساسية ولأن ننتقل للتحدث عن الأهم وإلى تميز شاشة ماتوس ماغم المواصفات حيث لدينا شاشة 27 inch مع Resolution 2K أو 2560x1440 وتردد 180 هرتز باختصار أفضل تجربة لعب موجودة في هذه الشاشة إذ كان في الألعاب القصاصية ستحصل على تجربة ممتازة خاصة مع المالية تستطر حديثا وبيكسالات إضافية في الشاشة ستفرق مقنف في التجربة أما بالنسبة للعاب الإسبورت ممكن Resolution 2K ليس مهم جدا لكن الرفلش ريت العالي الموجود في هذه الشاشة قد قنف سيفرق 180 هرتز وهذه الشاشة ليست فقط موجهة لللاعبين ولو كنت Graphic Designer تستعمل برامج مثل Premier Pro أو Blender ومهتم بالTexture والColor Correction فهذه الشاشة ستكون مناسبة لك فنحن نتحدث عن Panel Depth 10 Bit الذي في الأغلب يكون 8 Bit تحت التعديل من كرت الشاشة الخاص بك وستحصل على وضع في الألوان سيساعدك كثيرا في الحصول على الألوان الأقرب المطلوبة في مشاريعك ولجانب هذا لدينا سطوح 300 نت تدعم الـ HDR 400 والـ HDR 10 لديك ممتاز مع السطوح العالي للشاشة ولكنت في غرفة ولديك إضاءة خارجية فلن تكون أبدا مزعجة بسبب السطوح الممتاز لشاشة Magma كل من السطوح والألوان يمكنك التعديل عليها من القائمة وتخصيصها كيفما تشاء ولجانب هذا يوجد العديل من الأوضاع المعدة مسبقا يمكنك تفعيلها بمجرة ضغطة زر واحدة فقط مثل المخصصة للقراءة وللمهتمين بالألعاب التنفسية يوجد مؤشرات في الشاشة يمكنك إظهارها بمجرة ضغطة زر واحدة تساعدك في تحسين الأم ويمكنك الوصول إلى قائمة عبر الزر الموجود في الأسفل وصراحة هذا الزر في البداية لم يكن عملي تحتاج أن تعداد عليه قليلا أما الباني المستعمل في هذه الشاشة فهو Fast APS وبحثت عنه لكن للأسف لم أجد أي معلومات إلى الموجودة في موقع Matos مع سرعة إستجابة 1 ميلي سيجند وأيضا تدعم IMD-3 Sync وانفيديا G-Sync لكنها ليست محتمدة رسميا من هذه العلامتين وظل أنه يمكن خفقة تشغيلها عبر كيبل ديس بلاي بورت والشاشة لديها مدخل ديس بلاي بورت من الخلف وأيضا مدخل HDMI ومخرج أوديو لإستعمال السماعات لو وجد بها أي مقبيرات صوت وهذا ممتاز لأن دائما ما تكون مقبيرات الصوت سيئة في الشاشة وبالنسبة للتجارب على هذه الشاشة للأسف ليس لديه معدات حتى الكاميرا التي استعملتها للتصوير هي مجردت كاميرات الهاتف والذي صراحة ظلمت هذه الشاشة كثيرا وخلصة قول حول شاشة Matos Magma MSG 173 فهي الخيام الأمثل موجود في السوق حاليا من ناحية 2K 187 بوصة مقابل سعر 5400 دينار جزائري أي ما يعادل تقريبا الـ 250 دولار وإلى جانب هذا Matos توفر الضمان لمدة عامين على جميع منتجاتها وإذا كنت تصلح جميع أنواع الشاشة إذ كانت Asus, Amaziah أو أي نوع آخر ويمكنك طلب هذه الشاشة من الموقع الرسمي لماتوس وإذن يوجد العدد من العرض الأخرى المتوفرة يمكن أن تناسب منزانيتك وإن شابهك لقناة حلقاتنا لليوم تمنى أن ما قدمنا هنا لإعجابكم ونجب أن تنسوا بالسبسكرايب واللايك ولا فيديو آخر من استودعكم الله سلام ترجمة نانسي قنقر